الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا بسم الله الرحمن الرحيم نتدارس اليوم الصفحة الحادية والعشرين بعد المائتين من المصحف الشريف وهذه الصفحة بعضها في خاتمة سورة يونس وبعضها في فاتحة سورة هود يقول الله تعالى وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ أي وَإِنْ يُصِبْكَ اللَّهُ بِضُرٍ أي بِأَذًا فَلَا كَاشِفَ لَهُ لَا مُذْهِبَ لَهُ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِأَنَّهُ الْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ أي خيرٍ فلا راد لفضله لا دافع لفضله العظيم يصيب به أي بفضله من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم أي هو الغفور لذنوب عباده الرحيم بهم قل يا أيها الناس كل الناس قد جاءكم الحق من ربكم أي قد أتاكم الحق وهو القرآن من ربكم الذي خلقكم فمن اهتدى بهذا الحق فإنما يهتدي لنفسه أي تعود منفعة هدايته على نفسه هو ومن ضل فإنما يضل عليها أي من غوى فإنما تعود الرواية على نفسه وما أنا عليكم بوكيل أي بحفيظ يحفظ أمركم لست عليكم بوكيل واتبع يا نبينا ما يوحى إليك واصبر واتبع ما يوحى إليك من الله واصبر على ذلك وعلى ما تلقاه من أذى حتى يحكم الله أي بينك وبينهم وهو خير الحاكمين لأنه أعدل العادلين سبحانه وتنتهي سورة يونس قال الله تعالى بعد ذلك في سورة هود ألف لا مرى وقد مر بنا هذا اللفظ وهو من الحروف المقطعة التي قلنا إن أشهر قول في ذلك الله أعلم بمراده به كتاب أحكمت آياته ثم فصلت كتاب أي هذا كتاب فكتاب خبر أحكمت آياته أي آياته محكمة متقنة ثم فصلت من لد حكيم خبير ثم فصلت بالحلال والحرام والوعد والوعيد وغير ذلك والحكيم لأنه هو الذي أحكمها والخبير أي لأنه العالم ببواطن الأمور ألا تعبدوا إلا الله أي بألا تعبدوا إلا الله وحده إنني لكم منه نذير وبشير إنني لكم أيها الناس منه من الله نذير وبشير أي منذر ومبشر وأن استغفروا ربكم أي وبأن أطلبوا من ربكم المغفرة ثم توبوا إليه أي أرجعوا إليه بالإنابة يمتعكم متاعا حسنا أي بالحياة الطيبة السعيدة إلى أجل مسمى أي إلى أجل معين ويؤتي كل ذي فضل فضله ويؤتي أي ويعطي كل ذي فضل كل صاحب فضل من علم وخير فضله أي جزاء فضله وإن تولوا أي تتولوا وحذفت إحدى التاءين والمعنى وإن تعرضوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير وهو يوم القيامة أو عذاب يوم القيامة إلى الله مرجعكم أي إلى الله وحده رجوعكم وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى ألا إنهم يثنون صدورهم أي ألا إن الكافرين يثنون صدورهم أي يعرضون عن الله تعالى ليستخفوا منه ليختبئوا منه والضمير يعود على الله سبحانه وتعالى وقيل يعود على النبي صلى الله عليه وسلم ألا حين يستغشون ثيابهم أي ألا حين يتغطون بثيابهم يعلموا ما يسرون يعلموا الله وعلى هذا فالضمير هناك يعودوا إلى الله تعالى يعلموا ما يسرون وما يعلنون أي لا يخفون عليه سبحانه إنه عليم بذات الصدور أي إن الله عليم بما في ضمائرهم فلا يخفى عليه شيء مما يخفونه في صدورهم انتهى الكلام عن الصفحة هنا يعني إضافات يسيرة في قوله تعالى ويؤتي كل دي فضل فضله المعنى كما عرفنا أنه يؤتي كل صاحب فضل وخير فضله لكن الضمير في فضله يعود إلى الله ولا شك أن فضله أعظم وأكثر وقيل الضمير يعود إلى العبد يعني يعطي كل صاحب فضله 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 هو فضل ذلك العبد ولا يبخسه شيئا من عمله وأيضا في قوله تعالى يمتعكم متاعا حسنا هذا يكون في الدنيا نحن كنا بالحياة السعيدة الحياة السعيدة التي تكون في النفس بأن يرزق الإنسان الرضا حتى لو كان في شقاء وفقر حتى لو كان في فقر وفي بؤس فهناك نعمة أخرى الله تعالى يلبسها عبده المؤمن وهي الرضا وطيب النفس وأيضا كذلك من حيث النعمة العامة سعة الرزق وكذلك الرضا بالميسور كما تقدم والصبر على المقدور أو ترك الخلق والإقبال على الحق والإنسان إذا أقبل على الحق نسي بعد ذلك كل شيء وكل مصيبة وربنا أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر